بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أمين يا رب العالمين لسه بنتكلم عن الفصاحة والنهاردة هنعيش مع فصاحة سيدنا النبي خير من تكلم وأفصح من نطق بالضاضي صلى الله عليه وسلم له الضاض لإن أصعب حرف من حروف اللغة العربية هو الضاض والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاضي صلى الله عليه وسلم فصاحة ما بعدها فصاحة بلاغ ما بعدها بلاغة بيان ما بعده بيان صدق الله إذ قال وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْهُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى علَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى الله هو الذي علَّم حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لما نتكلم عن فصاحة سيدنا النبي في بيانه في خطبه في كلامه صلوات ربي وسلامه عليه شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يقول لسيدنا بلال يا بلال أنصت لي الناس تخيل معايا الموقف المهيب ده في خطبة الوداع وبيحج مع سيدنا النبي أكتر من ألف صحابي أكتر من مئة ألف صحابي مئة ألف بيحجوا مع سيدنا النبي ويقول له يا بلال أنصت لي الناس يقول بلال أيها الناس أنصتوا لرسول الله وهنا في معجزة نبوية إن أنا وأنا بتكلم في المسجد لو بيصلي معايا ألف أو ألفين مصلي هيبقى محتاجين مكبرات صوت كان قبل جائحة كورونا كان لي درس في سيدنا عمر بن العاص مسجد سيدنا عمر بن العاص كان بيحضر الدرس سبع تمن تلاف واحد في رمضان لو لم أتحدث في مكبر الصوت اللي في وسط المسجد بش هيسمعني مش اللي في آخر المسجد ما بالكم بأكثر من مئة ألف يسمعون وينصطون لرسول الله مئة ألف هيسمعوا إزاي قال لك دي معجزة نبوية وصوته أحسن الأصوات يسمع للآلاف كالمئات من معجزة النبي ومن معجزاته أن صوته يسمع للآلاف زي المئات يعني لو ألف بيسمع ممكن العشر تلاف يسمعوا لو عشر تلاف بيسمعوا مئة ألف يسمعوا ويصل صوته للجميع وهذه معجزة لجنابه الشريف دون غيره ولم تتأت حتى لنبي من الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الصحابة في خطبة الوداع يقول كلام كلام قليل لكن يحمل معاني كثيرة أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا شفت الكلام كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في شهركم هذا شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم في بلدكم هذا في مكة محرم الدماء والأموال والأعراض استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان يعني أسيرات شف كلام سيدنا النبي وفي الآخر أيها الناس ألا قد بلغت اللهم فاشهد ونحن نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة يا سيدي يا رسول الله ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجل الله بك الظلمة وتركتنا على المحجة البيضاء فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم مواقف أخرى كثيرة من فصاحة الحبيب هنتعرف عليها ولكن هروح فاصل وارجع تاني صلوا على الحبيب شكرا للمشاهدة